سؤالي عن الميليشيات في المنطقة بشكل عام يعني دان شابيرو بتعيينه بهذا الشكل واحدة من المهام هي السلوك الإيراني وهنا واضح بأن الكلام عن الميليشيات يعني ما الذي ممكن أن نتوقعهم من هذا التعاون هل نحن أمام اتفاقية جديدة شكل جديد استراتيجية جديدة في مواجهة الأطراف الموالية لإيران في المنطقة بشكل عام هل العراق في الصورة في هذا الموضوع من هذه الأفكار أم أن الأمر معني في سوريا ولبنان بشكل خاص برأيك لا بل العراق يحتل أولوية أكثر من سوريا ولبنان في هذه المرحلة العراق منطقة أكثر خصوبة وأكثر يعني إرباك للمشهد السياسي الدولي العراق يظهر على أنه دولة مستقلة على عاكس سوريا ولبنان وبالتالي العراق عندما تنشأ في داخله ميليشيات من الصعب أن تضرب بسهولة كما تضرب في لبنان أو سوريا من الصعب التجاوز عليها مثل حالة لبنان أو سوريا هناك تحصن وتمترس تحت خيمة الدولة العراقية وهذا طبعا يجعل ميليشيات العراقية في هذه المرحلة هي الأكثر خطورة وتهديدا لأمن المنطقة هذا أولاً ثانياً أن الميليشيات بعد محاولة إعلان انسحاب الأمريكي من العراق في نهاية هذا العام بدأت تبحث عن سبب آخر وبالتالي الخطاب الأخير الشيخ خيق الخزعلي بأن تكون إسرائيل هي هدف المقاومة القادم ويغرد قبالته السيد حسن نصر الله بالترحيب إذن هذه الميليشيات تحاول إعادة بناء منظومتها نحو أهداف جديدة أهمها إسرائيل القضية الثالثة أن هذه الميليشيات في الحقيقة في جوهرها وفي نهايتها لا تهمها لا إسرائيل ولا أمريكا ولا حب إيران ولا حب العراق ولا كراهية هذه الميليشيات لديها مشروعها الخاص وهو مشروع سلطة وبالتالي كل هذه الشعارات النتيجة هي وسائل لإفضاء حضور إعلامي وسياسي والبلوغ إلى مشهد السلطة مثل ما انتهى حسن نصر الله بالتسلط على كل لبنان ودون أن يحرّي شيء من جنوب لبنان حتى انسحاب من جنوب لبنان باراك أوباما انسحب باتفاق بين منظمة التحرير وإسرائيل في أمريكا هذا انسحاب كان متفق عليها من غزة ومن جنوب لبنان لكن اعتبره حسن نصر الله أنه انتصار له يعني بروزه بنصر إعلامي وهذه ليست حقيقة في ذلك الوقت إذن نحن أمام ميليشيات لديها مشروعها السياسي أولا ثانيا تستخدم حالات رفزية يتفق جميعا على عداءها مثل إسرائيل ثالثا تتمترس في حصانة هذه البلدان وإحكرام الدول إليها ولذلك تجد أن الجميع يحاول أن يجر العراق أن يبعث في العراق شيء من الحياة شيء من الإنعاش ولذلك المؤتمر بغداد حضره الخليجيين ليس إيمانا منهم بأن سيد الكاظمي أو العراق قادر على خلق توازن بينه وبين إيران هذا من المستفحة جدا ولكنهم يريدون وضع أي دفق من الحياة الإعلامية والسياسية والدبلوماسية في العراق حسى أنه يخلق شيء ولو في اللحظة الأخيرة أن يستطيع العراق الدفاع عن نفسه وتحسين كيانة من الداخل ولذلك أنا أعتقد أن العراق عبر الزمن سوف يتعرض إلى أحراجات كبيرة نتيجة وظيفة هذه الميليشيات ونتيجة التوظيف الإيراني للعراق كقوة جديدة مركبة تهدد الخليج تهدد إسرائيل ولكنها لا زالت محصنة سياسيا ودبلوماسيا بشكل آخر وهذه الميليشيات تتحصن في داخل العراق وقد نفدت من خلال هيئة الحجر الشاعبي الآن التي أصبحت شبه تنظيم يضم المعظم الكاثر ولائية فيه حصريا دون سواها من ألوية العتبة أو سرائل إذن الوضع في العراق هو الوضع الأكثر تعقيل وهو الوضع الذي يهدد كل كامل المنطقة وبطريقة من الصعوبة بمكان أنه النفوذ إليه ومعالجة التداخلات فيه وخصصا مع المطالبة وأسرار الحكومة في الاستفاف إلى حالة المطالبة بغياب الحضور الأمريكي العسكري في العراق ترجمة نانسي قنقر